اشتركوا في القناة المدني مؤثمنا للدور الذي يقومون به ومعبرا عن ترحيب المؤتمر الشعبي العام وقياداته ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر واللجنة العامة بأي مبادرات أو رؤى تسهم في حل الأزمة وتحافظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن وجدد بن دغر موقف المؤتمر المبدئي في الحفاظ على الثوابت الوطنية ودولة موحدة وآمنة ومستقرة مشيرا إلى أن المؤتمر مع اختفاء المظاهر المسلحة من قبل جميع الأطراف في سنعا وعدن وفي كل مكان من اليمن وأشدد النائب الأول رئيس المؤتمر على ضرورة الوصول إلى اتفاق عاجل ينهي الأزمة الراهنة مشيرا إلى ضرورة أن تستشعر جميع القوى السياسية مسؤولياتها وتغلب مصلحة الوطن على ما عداها وأكد أن المؤتمر الشعبي العام لا يقف مع طرف ضد آخر داخليا وأنه مع بناء علاقات متوازنة مع جميع القوى الإقليمية والدولية بما يحقق مصالح اليمن وإحفظ وحدتها وأمنها واستقرارها وقدم بن دغر ملخصا لموقف ورؤى المؤتمر الشعبي العام وحلفائه تجاه حل الأزمة الراهنة وما يعتمل في الحوار الذي يجري برعاية الأمم المتحدة مشيرا إلى أن المؤتمر سيكون إلى جانب مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني داعيا إياهم إلى مواصلة لقاءاتهم ومشاوراتهم مع كل القوى والأطراف داخل البلد للإسهام في حل الأزمة التي تعيشها وكانت قيادة مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني قد تحدثت في بداية اللقاء مستعرضة النشأة وعمل المجلس ومهامه والرؤى والمبادرات التي قدمها منذ أزمة العام 2011 وحتى الآن وقرأت قيادة المجلس الرسالة الموجهة من المجلس إلى المكونات السياسية والتي تضمنت سبع نقاط تمثل رؤية المجلس لإنجاز مهام المرحلة الراهنة شددت فيها على ضرورة الحفاظ على الثوابط الوطنية المتمثلة في الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية وضرورة الالتزام بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني كما تضمنت الرؤية ضرورة العمل على توازن المصالح المشتركة مع المحيط الإقليمي والدولي وبما يضمن النأي باليمن من حالة الاستقطاب والفرز السياسي الذي تمر به المنطقة معبرة عن تطلع المجلس إلى أن يكون له مراقبا في مؤتمر الحوار حضر اللقاء من المؤتمر الشعبي العام وفاء الدعيس عضو اللجنة العامة للمؤتمر والدكتور بشير العماد رئيس دائرة الرقابة التنظيمية والأستاذ علي اللهبي عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة ترجمة نانسي قنقر